اشتركوا في القناة وطوط الجوية الجزائرية تفتح 13 خطا جويا دوليا جديدا مالي تجدد ثقتها الكاملة لفريق الوساطة الاممي برعاية الجزائر وتدعو الاطراف المالية الاخرى للتوقيع على اتفاق الجزائر في اليمن مقتل 53 شخصا وعشرات الجرحة بسبب غارات عاصفة الحزم في العاصمة صنعا اواصل الاشتباكات العنيفة في مخيم اليارموك للاجئين الفلسطينيين بين تنظيم داعش الارهابي والفصائل الفلسطينية اهلا بكم من جديد يشرع اليوم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في زيارة عمل الى كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية تدوم ثلاثة ايام ويحل اليوم لعمامرة بفرنسا حيث ستكون له محادثات مع نظيره الفرنسي لورون فابيوس حول مختلف ملفات التعاون الثنائي وكذا الى المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما سيقوم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الاربعاء والخميس بزيارة عمل الى واشنطن حيث من المقرر ان يترأس مناصفة مع كاتب الدولة الامريكية جون كيري الدورة الثالثة للحوال الاستراتيجي بين الجزائر وواشنطن وهذا لبحث التعاون الثنائي وافاقه في مختلف المجالات وكذا المسائل السياسية والامنية ذات الاهتمام المشترك في ملف التعاون استقبل الوزير المتدب المكلف بشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساه الامس بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة مرتضى صرمدي نائب وزير شؤون الخارجية الايراني والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية وتحدث الجانبان حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية الدولية ذات الاهتمام المشترك وكذا حول التقدم الذي تم احرازه في ملف طهران النووي في مفاوضاتها مع الغرب والتي سبق وان عبرت الجزائر عن ارتياحها لنجاح هذه المفاوضات هذا واستقبل مساه الكذلك المكلف بالاعمال بسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر الذي اطلعه على نتائج مفاوضات لوزارة حول ملف النووي الايراني تحدث الوزير المنتدب المكلف بشؤون المغاربية والافريقية عبدالقادر مساه الامسي الاثنين بالجزائر العاصمة مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الذي يواصل زيارته الى الجزائر التي شرعها يوم الاحد والتي تدوم خمسة ايام بدعوة من رئيس مجلس الامة عبدالقادر بن صالح وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قد استقبل في وقت سابق من نهار اليوم قبل رئيس مجلس الامة عبدالقادر بن صالح والوزير الاول عبدالمالك سلالة شيعت الجزائر امس الفنان القدير اسد الشاشة الجزائرية سيدعلي كويريات بمقبرة العشور بالجزائر العاصمة بحضور جمع غفير من الفنانين والمواطنين وأصدقاء وأقارب الراحل لتفقد الجزائر بذلك احد اعلام السينما الجزائرية امين خليل والتفاصيل ورية ثرى اليوم الفنان القدير سيدعلي كويريات عن عمر ينهز 82 سنة بمقبرة العاشور ببلدية دراريا في العاصمة وصى حشد غفير من الاهل والجيران والفنانين الذين عبنوا عن خسارتهم لأحد اعمدة الفن الجزائري رفق الجثمان عدد كبير من الفنانين والجيران الذي نزل عليهم خبر الوفاة كالصاعقة ومنهم من لم يتقبل الفاجعة كالفنان سيدحمد قومي الذي لم يتمالك نفسه وأخذ يذرف الدموع أمام أسئلتنا نستطيع والجيران أبدا من مدتنافذة وهي أخذها العاشور بسبب فره وفنانين الذين يعتبرون كيبي وانتظر وقد كان يحاولون أنه لديه أموالي وقد كان يحاولون قد يحاولون الإنسان في امتالك للمساسة على الموجودة للحصول على الوحيدة من الدولة ومعاقبه أنه هو مجدد للإشارة فقد قدم صاحب مقولة علي متواقف أعمالا كثيرة للشاشة الجزائرية والمصرح كفيلم العفيون والعصة والمهاجر للمخرج يوسف شهين والمفاتيش بوبا كما شارك في أعمال للمسرح كهروب حسنطيرو إلى غيرها من أعمال تظل راسخة في أذهان الجزائريين هذا وأشهدت وزيرة الثقافة نادية العبيدي بالمصاري الفني الحافل وبنضار ممثل صدع الكويرات الذي وفته المنية أول أمس الأحد معتبرة إياه بالممثل القدير والمتميز وأكدت الوزيرة العبيدي في برقية تعزية أنه برحيل ممثل صدع الكويرات تكون الساحة الفنية قد فقدت أحد عمداء السينما والمصرح في الجزائر وأضافت الوزيرة أن المرحومة تألق في أعمال عديدة من خلال آداء أدوار تروي أحداث طورة نوفمبر المجيدة وغيرها من الأعمال التي ستتخلد اسمه بأحرف من ذهب في سجل تاريخ السينما الجزائرية ولد الممثل الراحل في السابع سبتمبر من عام 1933 بالعاصمة وترك بصماته في عالم السينما الجزائرية منذ الاستقلال وذلك خلال مشاركته في العديد من الأعمال من بينها العفيون والعصى ووقائع سنوات الجمر وفيلم ديسمبر وغيرها إن لله وإن إليه راجعون في قطاع التربية دعت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط أمس من ولاية عنابة إلى ضرورة رد الاعتبار لمهام مفاتيشي التربية وتدارك الاختلالات المسجلة على المستوى البداغوجي قصد الارتقاء بأداء المجموعة التربوية وحفظ مصلحة التلميذة وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمل التي ترأستها بمقر ولاية عنابة بحضور إطارات القطاع في ختام الزيارة التفقدية التي قامت بها إلى الولاية بأن التوجه الذي حدد لتدارك الاختلالات تطلب التحلي بالمهنية والتكيف مع رهانات التي تواجه المدرسة الجزائرية بآداء يخضع للمعايير العالمية والمدرسة العصرية مركزة على أهمية دور المفاتيشين التربويين في التأطير والمرافقة وتقييم أداء الأساتذة بالإضافة إلى دور مدرأ المؤسسات التربوية في بسط الاحترافية في تسيير القطاع في ملف الطاقات المتجددة أكد وزير الطاقة يوسف يوسف خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية برج بوري ريجا أنه سيتم إنجاز محطة كهربائية تعمل بالطاقة المتجددة لفائدة هذه الولاية بطاقة 400 ميجاوات بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح وذلك ضمن 20 محطة مماثلة سيتم تجسيدها عبر الوطن خلال السنة الجارية في إطار البرنامج الوطني للقطاع أفاق 2030 أي ما يعادل 25% من الانتاج الوطني الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وأكد يوسف بأن قطاعه يعمل على تخفيض كلفة الانتاج التي تبقى نسبيا جد مكلفة مقارنة بالطاقة التقليدية مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية قد منحت تسهيلات كثيرة للقطاع الخاص من أجل تحقيق إنتاج ذي جودة عالمية لمنافسة المنتوج المستورد وشدد على ضرورة تنويع مصادر الثروة للتقليل من التبعية لقطاع المحروقات عن طريق الزراعة وتكنولوجية الإعلام والاتصال والسياحة وغيرها من القطاعات المنتجة التي تسهم في دفع عجلة التنمية في قطاع النقل كشف المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف عن فتح 13 خطا جويا جديدا تجاه القارة الإفريقية من ما بين سنة 2015 و2019 وأضاف المدير العام للشركة أن الخطوط المعنية هي داكار أديسا بيبا بالإضافة إلى دول أخرى مشيرا إلى أن الجوية الجزائرية تملك 37 خطا مباشرا كما تنوي تعزيز خطوطها نحو أوروبا، كندا والصين مؤكدا أن الخطوط الجوية الجزائرية ستضمن موسما الحج القادم بنقل الحجاج دون اللجوء إلى استئجار طائرات موضحا أيضا أن الشركة ستزود ب16 طائرة جديدة نهاية عام 2016 ليصل العدد الإجمالي إلى 59 طائرة في قطاع الصحة كشف المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمرو برجوان أن مشروع قانون الصحة الجديدة يتضمن نحو 480 مادة تتعلق بحماية وترقية صحة المواطنين ولا يمس المبادئ العامة المعروفة كمجانية العلاج مؤكدا أن مجانية العلاج مبدأ مكرس دستوريا وخط أحمر لا يمكن تجاوزه وأضاف برجوان في فوروم الإذاعة الجزائرية أن التفكير في سياغة قانون جديد للصحة أملته مبررات عدة أبرزها التغيرات الحاصلة بالمنظمة الصحية فضلا عن مطالب المواطنين في حصول على حماية صحية ناجعة مشيرا إلى أن وزارة الصحة تلقت أكثر من 250 اقتراح لإثراء هذا المشروع في إطار تقريب الإدارة من المواطن ومن أجل تعزيز الخدمة العمومية المنفذة من قبل مصالح الدارك الوطني لصالح المواطنين قامت قيادة الدارك الوطني بإنشاء وإطلاق خدمة عمومية جديدة عبر 48 ولاية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت اسم الشكوى المسبقة والاستعلام عن بعد وذلك في مقر قيادة الدارك الوطني بالجزائر العاصمة تفاصيل أوفا مع زميلة كريمة أجتطاح تم الإعلان الرسمي للدخول الفعلي لهذه الخدمة بحضور شخصيات من قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال هذه التطبيقية العمومية الأولى من نوعها في إفريقيا والعالم العربي تدخل في إطار عصرانة وسائل تنفيذ مهام وحدات الدارك الوطني والتكفل الجيد بشكاوى المواطنين هذه خدمة عمومية ذات نوعية تعتبر الأولى إفريقيين والأولى عربيين طبعا بعض الدول الأوروبية هي اللي كانت سبقة لهذا المجال وليست كل الدول الأوروبية كل الشكاوي تأخذ بعين الاعتبار ولا يتم إلغاءها أو إهمالها إلا بعد تخلي صاحبها عنها الخدمة تأتي بهدف تعزيز العمل الجواري المنفذ من قبل الدارك الوطني لصالح المواطنين مستعملي الإنترنت بالاستفادة من تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال كما تعتبر إضافة لتحسين الخدمات الأمنية المقدمة كما تسمح هذه الخدمة للمواطنين من إهداع البلاغات والشكاوى المسبقة عن طريق الإنترنت وتأكيدها بعد ذلك لدى وحدة الدارك الوطني المعنية عن بعد يستطيع إرسال شكوى ولاحقا يتم الانتقال إلى الفرقاء لإمضاء الرسمي على المحظر لإيداع بصفة رسمية التطبيقية تسمح كذلك للمستعمل باختيار بين خدمتين خدمة الشكاوى المسبقة أو خدمة المعلومات لتم بعد ذلك إدخال الأخيرة وإرسالها تكنولوجيا وتعتبر هذه الخدمة آداة فعالة ووسيلة لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية لفائدة المواطنين عبر جميع ولايات الوطن دوليا جددت حكومة مالي فقتها التامة والكاملة في فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر حسب بيان لوزارة شؤون الخارجية المالية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي مؤكدة أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الفاتح من مارس المنقضي من قبل ممثلي الوساطة الدولية بقيادة الجزائر يعد آدات متميزة حاملة للسلم لمالي وكافة المنطقة مضيفة أن ذات الاتفاق يعد ثمارة ثمانية أشهر من مصاري مكثف وحوار شامل ما بين الماليين شاركت فيه كل الأطراف المالية بما فيها الحركات المسلحة والمجتمع المدني بما يستجيب لتطلعات كافة السكان الماليين المشروعة كما أبدت حكومة باماكو استعدادها لتقديم كافة توضيحات لأصدقائها حول مرافقة في هذه الظروف الحساسة والصعبة مجددة دعوتها لبقية الفرقاء لتوقيع على الاتفاق في أقرب الأجال في اليمن أفادت مصادر إعلامية أن طائرة التحالف العربي شنت غارات على مواقع عسكرية في معسكرات الخراف شرق وجنوب صنعاء كما استهدفت الضربات معسكر الصمع ومعسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة وواصلت قوات التحالف العربية بقيادة السعودية تكثيف غاراتها على محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحثيين والواقعة في أقصى شمال اليمن من جهة أخرى نقلت وكرة الأنباء الفرنسية عن مصادر طبية وعسكرية مقتل 53 شخصا بينهم 17 مدنيا في أقل من 24 ساعة في اشتباكات دامية بين الحثيين واللجان الشعبية في محافظة عدن قال رئيس الدائرة السياسية للمنظمة التحرير الفلسطينية في سوريا أنور عبدالهادي إن مخيم اليارموك في دمشق يشهد اشتباكات عنيفة منذ الفجر بين تنظيم داعش الإرهابي وفصائل تدافع عنه وأشار المتحدث إلى أن القوات المدافعة عن المخيم حققت تقدم بنسبة 30 إلى 40% في سيطرتها عليه وقد قتل في هذه المواجهات 21 شخصا دون إعطاء تفاصيل عنهم وأن 80 شخصا بين الشاب وفتاةهم في عداد المخطفين يأتي هذا فيما توجه إلى سوريا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني على رأس وفد من المنظمة إلى دمشق حيث سيلتقي مسؤولين سوريين وعددا من الفصائل الفلسطينية في المخيم وجهات سورية رسمية في محاولة لإيجاد حل لحماية اللاجئين في هذا المخيم الذي يصل تعداد سكانه إلى قرابة التسعين ألفا نهاية النشر إليكم تذكيرا بالعنوي وزير الشؤون الخارجية رمطال عمامرا يشرع اليوم في زيارة عمل إلى كل من باريس وواشنطن الخطوط الجوية الجزائرية تفتح 13 خطا جويا دوليا جديدا مالي تجدد ثقتها الكاملة لفريق الوساطة الأممي برعاية الجزائر وتدعو الأطراف المالية الأخرى للتوقيع على اتفاق الجزائر في اليمن مقتل 53 شخصا وعشرات الجرحة بسبب غارات عاصفة الحزم في العاصمة صنعا تواصل الاشتباكات العنيفة في مخيم اليارموك للاجئين الفلسطينيين بين تنظيم داعش الإرهابي والفصائل الفلسطينية نشكر لكم كرماء المتابعة إلى اللقاء